قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر واستعد للحساب عليها فإن الله تعالى هو السميع فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي وهو الذي يسمع السر والنجوة سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهو الذي يستجيب لمن دعاه ويسمع من حمده ورجاه ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي قبل الله حمد من حمده فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه قال تعالى هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تعضب الله لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها قال معاذ بن جبل يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليه السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى